كمان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مبارح في اجتماع على متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة كمان متابعة الموقف الحالي لإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا رئيس وجه بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا وفي نفس الوقت الاستمرار في التنصيق مع الشركاء الدوليين ومرفق كوفاكس للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم قطة التطعيمات القومية اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطع الأعمال العام المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود أعادة هيكلة وتطوير شركات قطع الأعمال العام وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطع الأعمال العام وذلك للمساهمة بفعالية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة من خلال حسن إدارة أصول قطع الأعمال العام والميكنة وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية وقد عرض السيد وزير قطع الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمي لشركات قطع الأعمال العام وذلك في إطار القانون الجديد رقم 185 لعام 2020 الخاص بتطوير العمل بشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها كما استعرض السيد هشام توفيق جهود تطوير شركة جسور النصر للاستيراد والتصدير سابقا لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات مع تعزيز أدائها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم بالإضافة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بأن يمثل أداء الشركة بوجودها الخارجي جسورا فعلية ممتدة مع العالم للتواصل التجاري والترويج للمنتجات والصادرات وذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة خاصة في دول القارة الإفريقية كما تم عرض مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية وتماشيا مع التوجه العالمي المتنامي نحو إنتاج السيارات الكهربائية وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة فضلا عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور عمر طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء أركان حرب بكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء عمر عبد المجيد رئيس لجنة شبكة المحمول العسكرية لاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية المؤحدة للطوارئ والسلامة العامة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية والتي تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة وأيضا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا لاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقا لأحدث المعايير العالمية ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ كما تم في ذات السياق استعرضوا نتيجة تشغيل النموذج الاسترشادي للشبكة والذي بدأ مرحلته الأولى في محافظة بورسعيد استعدادا لتعميم المنظمة على كافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال رفض كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية عن طريق مركز رئيسي وورفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد لبلورة أفضل نموذج وطني لتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة وذلك طبقاً لأعلى المعايير العالمية مع مراعاة التأمين الكامل للشبكة بأحداث الوسائل من ناحية أخرى أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلع كذلك خلال الاجتماع على الموقف الحالي للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس سواء الجاري تصنيعها أو التي سيتم استيرادها من الخارج حيث أوضحت السيدة وزيرة الصحة أن التصنيع المحلي بنهاية العام الحالي سيصل إلى توفير حوالي 80 مليون جرعة مستعرضة في هذا الإطار جهود الوزارة في تجهيز المكاتب المختلفة لتطعيمات كورونا للمسافرين للخارج والموازع على كافة محافظات الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا مع الاستمرار في التنصيق مع الشركاء الدوليين ومرفق كوف عكس للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطعيمات القومية